بسم الله الرحمن الرحيم والذي كان يتحدث عن مواطن اليابسة فكما ذكرنا أحبتي سابقا أن مواطن اليابسة هناك ثلاث أنواع منها وهي المنطقة الصحراوية التي ناقشناها في الدرس السابق وسنتناول اليوم المنطقة العشبية ومنطقة الغابات فلنبدأ أولا بمنطقة أو المنطقة العشبية أو ما يسمى بغابات أو مناطق السافانة هذه هي المنطقة العشبية تتميز دائما بمناخ معتدل أمطار قليلة متقطعة غير منتظمة الغطاء النباتي يتميز بأشجار قصيرة وكذلك أعشاب وشجيرات صغيرة جدا هناك بعض الحيوانات التي تعيش في هذه المناطق مثل الثعالب الزرافات السناجب الجواميس الفيلة والأسود وهذه الحيوانات المختلفة فهذا بالنسبة للمنطقة العشبية أما المنطقة الأخيرة من مناطق اليابسة وهي منطقة الغابات فمنطقة الغابات تنقسم أيضا إلى عدة أنواع ثلاثة أنواع رئيسية النوع الأول هي الغابات الصنوبرية أو المخروطية النوع الثاني هو الغابات النفضية وسنعلم لماذا سميت بهذا الاسم وأخيرا الغابات المطيرة وربما أحذرتم لماذا سميت بهذا الاسم فنبدأ بذكر كل نوع بالتفصيل أولا نبدأ بالغابات الصنوبرية أو الغابات المخروطية وهذه الغابات مناخها عادة يكون دائما في فصل الصيف فصل الصيف يكون حار وقصير نسبيا يمتد من اثنين إلى خمسة أشهر فقط أما فصل الشتاء فيكون بارد وطويل جدا والنهار يكون قصيرا والليل يكون أطول بكثير هذا بالنسبة للمناخ وسنلاحظ أيضا أمطار غزيرة وطول السنة صيفا وشتاءا لدينا هناك أمطار غزيرة أما بالنسبة للغطاء النباتي فالغطاء النباتي أحبائي هو عبارة عن أشجار ذات أوراق إبارية أو مخروطية ولذلك سميت الغابات بالغابات المخروطية بسبب تميز أوراقها بالشكل المخروطي وكذلك أيضا هناك لدينا أشجار مهمة تعيش في هذه المنطقة مثل الصنوبر الشوكان التنوب والأرز هذه كلها عبارة عن أشجار تعيش في هذه المنطقة وبما أن هناك أشجار عديدة في هذه المنطقة فإن لها أهمية اقتصادية كبيرة جدا بسبب أهمية الأخشاب الموجودة فيها فلها أهمية اقتصادية أيضا من الحيوانات التي تعيش في هذه المنطقة هي الطيور التي تعيش على الفواكه القوارض مثل السناجب التي تعيش على الحبوب الجافة وأيضا القطط المتوحشة الحيوانات العشبية مثل الأرانب لدينا أيضا بعض الحيوانات المفترسة مثل الثعالب، الذئاب، الدببة وكذلك الغزلان هذه الحيوانات التي تعيش أموما في الغابات الصنوبرية النوع الثالث أحبائي من الغابات هي الغابات النفضية وتسمى بغابات متساقطة الأوراق مناخها عادة يكون دائما فصل شتاء بارد طويل وفصل الشتاء تكون في درجة الحرارة منخفضة وكلما انخفضت درجة الحرارة نفضت الأشجار أوراقها تساقطت الأوراق ولذلك سميت بمتساقطة الأوراق أيضا غطاءها النباتي يكون أشجار عريضة الأوراق مثل البلوط، الزان، القسطل، الجوز هذه النباتات تتميز بأوراق عريضة وأيضا أحبتي هناك الأخشاب كما في الغابات الصنوبرية لها أهمية اقتصادية كبيرة جدا ومن أهم الحيوانات التي تعيش في الغابات النفضية هي نفس الحيوانات التي تعيش في الغابات الصنوبرية نفس الأنواع كما ذكرنا الدببة والغزلان والأرانب وما إلى ذلك النوع الأخير أحبائي من الغابات هي الغابات المطيرة والغابات المطيرة سنلاحظ أنها سميت بالمطيرة لأنها لديها أمطار غزيرة على مدى العام صيفاً وشتاءاً أمطار غزيرة ودرجة حراراتها معتدلة بسبب تواجدها في المنطقة المدارية فدرجة حراراتها تقريباً يتراوح ما بين 25 درجة سيليزية أما الغطاء النباتي فهناك الأشجار مترابطة مع بعضها البعض بحيث تشكل مظلة هذه المظلة تحجب أشعة الشمس عن الوصول إلى سطح الأرض وبالتالي تصبح الأرض مظلمة ودائماً رطبة دائماً مظلمة ورطبة وبالتالي أحزائي من الصعب على العلماء أنهم يحددون أنواع وعدد الكائنات الحية والنباتات وحتى البكتيريا والفطريات التي تعيش في هذه المناطق لماذا؟ بسبب صعوبة الوصول أو التوغل داخل هذه الأراضي المظلمة والصعب جداً الوصول إليها فهذا بالنسبة للغابات أنواع الغابات المختلفة تدمير الغابات يبدأ أولاً بقطع الأشجار لأن الغابات أساسها هي الأشجار فإذا دمرنا أو قطعنا الأشجار فسينهار النظام البيئي في الغابة بأكمله فمثلاً ماذا ينتج عن قطع الأشجار؟ لاحظوا لو قطعت الأشجار فإن الكائنات الحية ستتدمر مواطنها الطيور ووقية الحيوانات كلها ستتدمر مواطنها مما يعرضها إلى الإنقراض بسبب تدمير مواطنها وكذلك أيضاً من الآثار المترتبة على قطع الأشجار نحن نعلم أعزائي أن الأشجار أوراق الأشجار هي التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون وماذا تنتج لنا الأشجار؟ تنتج لنا غاز الأكسجين الذي نتنفسه فإذا قطعنا الأشجار ماذا سيحدث؟ ستنخفض نسبة امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وبالتالي سيتقل أيضاً نسبة غاز الأكسجين في الجو وهذا الأثر سيرتفع عندنا ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تحدث لدينا ما يسمى بظاهرة الاحتباس الحراري أو ظاهرة تغيير المناخ وهكذا أعزائي انتهينا من درس مواطن اليابسة بأنواعه الثلاثة البيئة الصحراوية العشبية ومنطقة الغابات نلقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد من علوم البيئة تحياتي لكم